أكدت القوات المسلحة أنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن استشهاد ضابطين ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة هذا وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء دعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان